ما يسمى ذا الربيع العرب المشوم شوم على هذه الأمة وكله كان بفعل جماعة الإخوان المسلمين المفسدين في الأرض والشكر لقائد هذه البلاد إذ قال انتهت علاقتنا بالإخوان المسلمين شكراً له هم المفسدون في الأرض مزغوا البلاد الإسلامية مزغوه وبقت مهينة ودول الكفر مستقرة ماذا استفادت هذه الأمم من الخروج على الحكام استفادوا شوه لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يعرف في التاريخ أن أناساً خرجوا على ذي سلطان إلا وكان من الشر أكثر مما أرادوا أن يزيلوه وأي مصلحة جناها من خرج على الحكام جانوا شنوه استفادوا شنوه اتعز بهذه الدول مصر الآن وين مصر من حال القديم تونس سوريا ومن الشر الوقع في سوريا اليوم ناسوريا يتسول في السودان نسأل رباً يعينهم ويفرّج كربتهم المنهج الصحيح منهج الإسلام أن تدعو للحاكم بالصلاح قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة أهل السنة وإن كان الحاكم ظالما يدعون له بالصلاح الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ضربوا المامون والمامون معتزل من المعتزلة المبتدعة ضربوا الحد ما قادر يحرّك يدينه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والطبيب بعالة هو كما راوى ذلك الخلال في كتاب السنة والإمام أحمد يقول اللهم اغفر للمامون اللهم ارحم المامون اللهم اغفر للمامون دقوا أهل السنة لا يتعاملون بردود الأفعال إنما نتعامل بالشرع قال الطحاوث عقيدة المسلمين والحج والجهاد ماضيان خلف إمام المسلمين برّا كانوا فاجرا الجهاد خلفه وندعو لإمام المسلمين بالنصر وبالتوفيق وبالسداد دم نهج أهل السنة والجماعة ولم نضايق من الموضوع ده شوف الحاكم ولو كان ظالما ولو كان فاجرا في الدين الإسلامي الحاكم تدعو له بالصلاح وتأينه وتأيده وتنصروا وتنصحوا النصيحة المعروفة بضوابطها وبشروطها تمشي له مش في المنابر تتكلم عنه ليه هل مزاج مننا مني يا مزاج مني لا النبي قال كده يا أخوانا بالرسول قال كده عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه علانية وابن المبارك قال المنبر علانية ما يكلمه علانية تمشي له تنصحوا وتتكلم معه وليس ليه مصلحة شخصية في هذا الكلام بس أعرف المعلومة دي ولو أردت أن أطعن وأسي في الحكومة أو في الحاكم ليس هناك ما يمنعني تكلمك قانون البلد دي ما بيمنعك تطعن في الحكومة تتكلم في الحكومة زي ما داير وتنبذ الحكومة وتنبذ الرئيس ذاته دا القانون كده حرية الكلمة لكن ما الذي يمنعنا من الكلام يمنعنا الشرع الشرع النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع حشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصحانا وصيا في حديث عوف بن مالك قال تخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ألا نقاتلهم بالسيف لاحظ أمرا شرار انت بتبغضهم هم يبغضوك دا الوصف تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أها أفلا نقاتلهم بالسيف قال لا لا ما أقاموا فيكم الصلاة ليه يا أخوانا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليه هل دا تأييد للظلم لا هل دا نصل للظالمين لا دا شنو دا قمة الفهم فهم عالي جدا لأن الناس لو خرجوا على حاكم ظالم أحدثوا فساد أكثر من ظلم الظالم وما بيتغيريش لأن الظلم ما هو فقط بسبب الحاكم إنما بسبب أعمالنا نحن بسبب أعمالنا نحن لشن كده ربنا قال أولما أصابتكم بصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم من عند أنفسكم الآن الأمة فيها الشرك فيها البدع فيها السرقة بأفسط أي أفسط الأمانة قليلة الفجور الزنا الفواحش الخمر تشرب المخدرات كل أنواع الفساد والفواحش موجودة في الأمة ويجي واحد يقول لك مشكلتنا بسأل الحاكم والحكومة المشكلة في المجتمع مشكلة مشكلة مجتمع لذلك ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا